السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في أضواء على الأحداث لهذا اليوم وفي ملفنا الأول نناخش التصعيد الإسرائيلي الشامل ضد إيران حيث تسارعت مؤشرات التصعيد الإسرائيلي في المنطقة بشكل لافت لسيما وأنه توسع ليشمل جبهات عديدة بين تهديد المياه الإقليمية اللبنانية والإعلان عن تحديد آلاف المواقع اللبنانية التي اعتبرتها وزارة الدفاع الإسرائيلية أهدافا في حرب قادمة كذلك إلى عمليات القصف المكثف على سوريا والتي شملت مطار دمشق والذي بات خارج الخدمة لليوم الرابع على التوالي وبعد ساعات من الكشف عن نشر نظام مراقبة في بعض دول المنطقة المطبعة مع تل أبيب حيث قالت تل أبيب أنها ستستهدف التحركات الإيرانية في المنطقة في تطور لافت أعلنت السلطات الإيرانية مقتلى ضابطين جويين فضائيين خلال أداء مهامهما وفي وقت سابق اليوم أقر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية باستهداف طهران لمقر للموساد الإسرائيلي في أربيل معتبرا أن ذلك يشكل عملية بسيطة وأن طهران سترد على العدوان الإسرائيلي في المكان المحدد وليس في دولة ثالثة أبرز التحركات الإسرائيلية في المنطقة في هذا التقرير موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السياسي دكتور محمد قواص ومن رامالله مدير مركز المسار لدراسات الفلسطينية الاسرائيلية استاذ نهاد ابو غوش ومن تهران الباحث في الشأن السياسي والاقتصادي الايراني الاستاذ سعيد شاوردي واسمح لي دكتور محمد ان ابدأ معك هذه التحركات الاسرائيلية تحركات في لبنان ضرب مطار دمشق الدولي واخراجه عن الخدمة لأول مرة منذ سنوات ثم استهداف ضباط ايرانيين على الاراضي الايرانية كيف تقرأ هذه التحركات؟ هل يمكن ان تكون مقدمة لتصعيد اسرائيلي شامل ضد ايران؟ يعني الان ليس هناك اي مؤشرات لاندراعي حرب كبرى الا اذا احد الاطراف قرر ان يرتقي بهذه الحروب الصغيرة الى الحرب الكبرى اسرائيل تمارس هذا النوع من الحروب منذ سنوات سواء داخل ايران او على الاراضي السورية او في اي مكان اخر بالمقابل ايضا ايران من خلال من خلال مسيارات هنا وهناك او من خلال استهداف اهداف اسرائيلية في خارج اسرائيل كانت لطالما كانت تلوح بذلك الان نحن امام ظروف جديدة لها علاقة بالمفاوضات في فيننا قد لا تصل الى ابرام اتفاق وبالتالي اعراض عدم ابرام اتفاق اتاحت لاسرائيل ان تتقدم بوجهة نظرها التي لطالما ارادت ان تضغط بها على الادارة الامريكية من جهتين الجهة الاولى تقول اذا ابرمتم اتفاق فانا غير ملتزمة بالاتفاق وبالتالي داي خطاتهم يقولون ذلك لضرب البرنامج الناوي والخطة الثانية تقول ايضا انه اذا في حال لم تبرموا الاتفاق فبالتالي الخيار الاخر سيكون هذا الخيار اما الخيار العسكري الشامل الذي قد يستدرج الولايات المتحدة وهو ما تلوح به الاسرائيل واما ان يسمح لاسرائيل بالنيابة عن المتفاوضين في جناف ان يكون لها هذه الضغوط التي قد لا ترقى الى مستوى الحرب الكبرى استاذ سعيد انتم في ايران كيف تقرؤون هذه التحركات الاسرائيلية ضدكم الى متى تنتظر القيادة الايرانية ذلك الخطأ الذي تحدثوا عنه الخطأ الاسرائيلي الا يمثل استهداف ضباط ايرانيين على الاراضي الايرانية ثم استهداف قواعد ايرانية على الاراضي السورية الا يمثل ذلك خطأا تحية لك استاذ جمال وليضيوفك وليجميع المشاهدين طبعا اسرائيل استفزت ايران داخل ايران وخارج ايران كما انشرت حضرتك وطبعا ايران توعدت انها سترد على هذه الاستفزازات وتقول طهران انها طبعا ردت في المرات السابقة ولكن اسرائيل كما تعرف حضرتك هي تلوح انها من قامت مثلا باستهداف العقيد في الحرس الثوري قبل اسابيع في طهران ولكن لا يوجد اي تصريح رسمي من قبل الاسرائيليين ان يتبنون من خلاله رسميا مثل هذه الاعمال فايران تقول انها ردت كما قلت على مثل هذه الاعمال الارهابية وانها سترد مباشرة في حال تبنت اسرائيل رسميا مثل هذه العمليات طيب تبني قصف مطار دمشق الدولي ونشر صور حتى للمرة الاولى تل ابيب تنشر صور للدمار الذي احدثته صواريخها على مطار دمشق الدولي ويتقول بانها استهدفت قواعد سلاح ايرانية الا يمثل ذلك تصعيدا كبيرا من وجهة النظر الايرانية ضدها يمكن ان نتجه وتتدحرج الامور نحو حرب قد تكون كبيرة في المنطقة بين ايران واسرائيل بين حلفاء ايران وحلفاء الولايات المتحدة واسرائيل من جهة ثانية هذا الامر ليس مستبعدا بالكامل ولكن طبعا انت اشرت الى سوريا قبل فترة صرح علي شمقاني امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني ان ايران وصلت الى 90% من اهدافها في سوريا هو لم يشرح بالضبط ما لذا كانت الاهداف والسياسات التي كابعتها ايران في سوريا طبعا من ضمنها محاربة الارهاب او هزيمة الجماعات التي ارادت ان تسقط الحكومة طبعا هناك في سوريا يعني هل يعني ان ذلك مقدمة لانسحاب ايران من سوريا هل هذا ما تقصده؟ طبعا الانسحاب من سوريا هو اليوم لا توجد قوات عسكرية كبيرة ايرانية هم من الاساس كانوا مستشارون هناك في سوريا ولكن اعتقد يعني اعتقد نعم سوريا وحزب الله وايران باعتبارهم حلفاء يبنون قوة عسكرية داخل الاراضي السورية قد تكون هذه القوة العسكرية بالقرب من الجولان او في مناطق اخرى واسرائيل تعرف مثل هذه القضايا وتشعر بالخطر الاستراتيجي الذي يمكن ان تشكله تلك القوة العسكرية ابقى معي سيد سعيد انتقل استاذ نهاد ومن انظمة مضادة للطيران وقير ذلك هذه الانظمة المضادة للطيران استاذ نهاد ابو غوش ايضا قامت تل ابيب بنشرها في بعض الدول المطبعة مع تل ابيب في الخليجي لأي مدى يشكل ذلك استعداد او تحضير من تل ابيب لمواجهة مباشرة هذه المرة مع طيران مساء الخير يعني لا اعتقد ان اسرائيل مؤهلة الان بما يكفي يعني لا عسكريا ولا سياسيا لكي يتشن هجوما مباشرا على ايران هذا الامر كلفة عالية جدا طبلا على انه من الصعب يعني توقع انه سوف يحقف النتائج التي سلتها اسرائيل وتحديدا وقف مشروع ايران النووي الجهة او الحد من نفوض ايران الاسرائيلي ولذلك الافضل بالنسبة لاسرائيل بمواصلة التحريب على ايران املا بام تدفع خلصاتها الغربيين وتحديدا الولايات المتحدة الامريكية الى تشديد شروطها على ايران في اي اتفاق نووي محتمل سوى ان كان هذا الامر يتعلق بالرقابة على المشاق النووي او حتى في محاولة الحد من نفوض ايران الاقليمي ودورها وهذا امر منشور ومعروف في دعم قوة منشيوية او تياسية ولكن وطيرة التصعيد استاذ نهاد الا تبدو هذه المرة اقوى من المرات السابقة ام ان التزامن بينها برأيك لا رابط منطقي بينه واخصي هنا التصعيد في لبنان تصعيد ضد مطار دمشق الدولي نشر منظومات مضادة للصواريخ في بعض دول الخليج واستهداف ضباط ايرانيين هذا كان قائما على مدارة سنوات يعني دعنا نقول الخمسة الماضية او الاربع الماضية منذ تجميد الاتفاق النووي كانت هناك مواجهات في البحار الدولية وكانت هناك اجزاء من الحرب السبرانية المتبادلة وكانت اغسيالات لعلماء ايرانيين وكان قصص لقوافل وتجمعات ايرانية او مدعوما من ايران على الارض السورية كثير من التحرشات وقعت والاستجزازات لكن اعتقادي انها كلها كانت يعني كما يقولون فوق الصفر لكن تحت التورط يعني هل تستطيع اسرائيل ان تتورط في حرب مفتوحة لمعذل عن رغبة امريكا انا اعتقد هذا الامر يعني معقد جدا واعقد من ان تتخذ مثل هذا القرار اسرائيلي منفردها لان هذا الان احديث في هذا الضرط الذي تسعى فيه الولايات المتحدة لبناء تحالف دولي واتع ضد روسيا هذا سيشتت العالم وسيشتت الانتباه عن موضوع روسيا وربما يحرج اصدقاء اسرائيل الجدد من المطبعين وبالتالي ستظهر ايران باعتبارها الخصم الرئيسي والعميس لاسرائيل بالإضافة الى الكلفة القالية جدا يعني لا احد يعرف او يستطيع ان يتوقع من اين سيأتي الرد على اسرائيل اذا غامرت باي هدوم عسكري يكون حدود التصعيد التسخين شكرا جزيلا لكن يا هذا ابو غوش مدير مركز المسار للدراسات الفلسطينية الاسرائيلية لكن الدكتور محمد هناك خيارات اخرى ان لم يكن مواجهة مباشرة مع ايران وهي الحرب ضد لبنان مسؤولون اسرائيليون يتحدثون عن آلاف الاهداف العسكرية التي تم تحديدها في لبنان هل تعتقد بان هذا السيناريو ممكن يعني شن حرب على لبنان ومواجهة غير مباشرة مع ايران على الاراضي اللبنانية المواجهة الحالية وهي مواجهة بيانات وتصريحات سواء صدرت عن الامين العام لحزب الله او صدرت عن قائد الكوات الاسرائيلية يتبدلون التهديدات المتعلقة بموضوع النفط وموضوع حق الكاريش كاريش وهم يتوجهون بذلك اعتقد ايضا الى الوسيط الامريكي المفترض انه في لبنان لاعادة موضوع المفاوضات حول ترسيم الحدود وبالتالي كل طرف يرفع من سقوف مطالبه لا يس هناك اي مصلحة لحزب الله بشن حرب ضد اسرائيل واسرائيل ايضا ليست في واردي شن هذه ما السبب لماذا يعني اسرائيل التي ترى بان صواريخ حزب الله تشكل خطر عليها خطر استراتيجي عندما تقول بانها حددت عشرات الالاف من الاهداف العسكرية واستطاعت القضاء على قوة حزب الله الصاروخية طبعا نحن نعرف ان اسرائيل ليس ذلك هدف استراتيجي لإسرائيل هو طبعا اسرائيل تملك قوة نارية وتدميرية بامكانها فعلا انزال اضرار كبيرة بالبلد بغض النظر عن الاهداف التي ستصيبها لكن الوضع الدولي لا يسمح بذلك اعتقد انه ضيفك استاذ نهاد من رام الله اشار وهذا يعني المسلمات انه الاسرائيل لا يمكن ان تقوم باي حرب كبرى بدون الولايات المتحدة اولا بدون اذن الولايات المتحدة السياسية لكن ايضا لوجستيا وعسكريا لا تملك ان تقوم بهذه الحروب الكبرى على عدة جبهات خصوصا انه اعتقد انه قيادات حركة حماس في مواقفها الاخيرة اشارت الى غرفة عمليات مشتركة بينها وبين حزب الله وبالتالي تلويح مشترك بما يمكن لهذه الغرفة العمليات ان تكون ان تمثل من اخطار ضد اسرائيل استاذ سعيد اذن ما هي مسارات الرد الايراني هل يمكن القول بان تصريحات المتحدث باسم الخارجية اليوم عن استهداف مقر للموساد في اربيل تعطي اشارات بان هذا هو نطاق الرد الايراني على مقتل الضابطين في الحرس الثوري طبعا انا اعتقد ايران تحسب ما البرر الذي لحق بها وما ينبقي ان يكون حجم الرد على اسرائيل طبعا اذا قلنا اذا كانت اسرائيل تجرأت في يوم من الايام وهذا مستبعد جدا وهاجمت الاراضي الايرانية بشكل مباشر او استهدفت البرنامج النووي والمنشآت النووية الايرانية داخل ايران ستكون هناك بكل تأكيد حرب بين ايران واسرائيل وبين ايران وحلفائها والولايات المتحدة من المحتمل ولكن كما تفضل الضيوف هذا مستبعد ليس فقط بسبب الاحداث التي يمر بها العالم اليوم والحرب الروسية الاوكرانية بل هناك مشاكل اقتصادية لدى الولايات المتحدة الامريكية واسرائيل اختبرت نفسها في مرات سابقة هي ليست لا تستطيع ان تدخل في مثل هذه ولكن هذا التصعيد ايضا لا يمكن الاعتقاد بانه تم دون ضوء اخضر امريكي يعني استهداف ضباط ايرانيين التصعيد في سوريا وكذلك في المياه اللبنانية اعتقد مثل هذه العمليات ليس بالضرورة ان تنسق اسرائيل مع الولايات المتحدة الامريكية مثل هذه العمليات التي لا يمكن ان نسميها حربا يعني عمليات اغتيالات عمليات ارهابية استهداف مطار او شيء اخر على هذا المستوى هذا انا يعني يمكن ان نتوصل الى هذه النتيجة ان اسرائيل تقوم بمثل هذه الاعمال دون التنسق مع الولايات المتحدة جمال لو تتذكر يعني عندما اختير العقيد في ايران نيويورك تايمز اعلى يعني تسربت معلومات ان مسؤولين اسرائيليين قالوا للولايات المتحدة الامريكية ان اسرائيل هي من نفذت هذه العملية في داخل اراضي الايرانية يمكن ان نحلل التسريبات للصحافة الامريكية على ان الولايات المتحدة الامريكية تريد ان تبرر نفسها او تنغل رسالة بشكل غير مباشر للايرانيين انه لسنا نحن من نفذنا هذه العملية داخل اراضيكم فنحن في مفاوضات معكم لا نريد ان تنهار المفاوضات النووية فاعتقد ليس من الضرورة ان يكون تنسيق بين امريكا واسرائيل ولكن اذا ما حدثت حرب شاملة بكل تأكيد اسرائيل لن تدخل في مثل هذه الحرب كما تفضل الضيوب الا بتنسيق تام وتلقي دعم كامل من قبل الولايات المتحدة واعتقد هذا لا يخدم مصالح امريكا الاستراتيجية فلا يمكن ان نتصور ان يحدث مثل هذا الاشتباك والحرب الواسعة في المنطقة على الاقل خلال الفترة القريبة البحث الشأن السياسي والاقتصادي الايراني استاذ سعيد شوردي من طهران شكرا جزيلا لك سيد محمد لكن نعود لما تفضلت به في البداية حول الاهداف الاسرائيلية لهذا التصعيد الى اي مدى يمكن ان تأتي هذه الاهداف بمفعول عكسي على البرنامج النووي اي انها تشعر ايران بان خطر مواجهة قادم فعليها ان تستعجل بالوصول الى العتبة النووية وانتاج قنبلة نووية اذا لم تكن اصلا قد وصلت اليها اعتقد اولا ان ايران لا تحتاج الى حوافز اذا استطعت الوصول الى القنبلة النووية تستطيع ذلك اعتقد لا تستطيع حاليا الوقت لا يسمح بذلك هي تمتلك التقنيات لصناعة قنبلة نووية والمعلومات التي لدى المخابرات الغربية وخصا المخابرات الاسرائيلية تستعطى فعلا ان تعرف دقة تقدمها في انتاج قنبلة نووية المشكلة الان ان تاريخيا منذ 79 حتى الان ارتكبت بين مزدوجين ايران كثير من الهجمات ضد اهداف امريكية بالذات فجرت المارينز في لبنان وفجرت السفارة الامريكية وخطفت رهائن غربيين وكل ذلك ومع ذلك هذا الغرب لم يقم باي ضرر ضد ايران غير العقوبات والاحتواء وكل ذلك حتى ايام رونالد ريغان كل ما فعله انه صحب قواته من لبنان وعاد الى واشنطن ليس هناك اي قرار غربي بتغيير النظام في ايران او بتدمير النظام في ايران وبالتالي هم يتعاملون مع هذا النظام على القطع وحتى الان اسرائيل هذا التصعيد لن يتجاوز حدود وثقوف معينة ولكن هل يؤثر على ايران انت تعلم الاستهداف الاسرائيلي لمواقع ايرانية على الارض السورية هو بشكل شبه اسبوعي تقريبا منذ سنوات لكن ما زال السلاح الايراني يصل الى الاراضي السورية وعبر ايضا المطارات الرسمية لماذا مثلا يستمر تدفق السلاح من مطار دمشق اذا كانت اسرائيل تقول بانها تقصفه كل مرة الخبراء العسكريين يتحدثون ان كل هذه الضربات ليس بامكانها الا اصابة 10% مما تملكه وما قد تملكه ايران في المنطقة المشكلة الاساسية هي ان ايران تمتلك بنيا او دعني اقول بيئة حاضنة من النظام السوري ومن البلد اللي اسمه سوريا اضافة الى تحالفات معروسة ما بامكانه ان يجذر علاقتها بسوريا وبالنظام العلاقتها على مستوى السياسي الايديولوجي وعلى مستوى المال العقار الاقتصادي ايضا فتعرف اسرائيل انها تحاول تعطيل الحركة الايرانية لكنها لا تستطيع بهذا الشكل ان تقلس من الوجود الايراني بدون ارادة امريكية او بدون ارادة خصوصا روسية اعتقد حتى الان تحاول ايران وضع عفوا تحاول اسرائيل وضع ايران تحت الضغط اليومي بشكل كامل لكن ذلك لن يغير شيء من قدرة النظام على التمدد في الداخل ولديه طبعا تجارب سابقة في هذا الصدر يمكن الضغوط الداخل يمكن ان تكون اكثر تأثيرا من هذه الغارات الاسرائيلية شكرا جزيلا لك الكاتب المحلس السياسي دكتور محمد قواص